هيا خليني هرجع هنا مرة تانية لا أستاذ جميل ألا وهو طبعا نهينا عن إنه كمان فعلا زي ما كان بيقول الدكتورة إحنا لو عندنا قوة إفريقية مشتركة هنخلص على الإرهاب اللي موجود في غرب إفريقيا ده زي صباح الخير يعني هياخد الوقت بتاعه بس هينتيبس لأنه عندي قوة قادرة على ذلك لكن على مسألة البوادر أو البشائر أو المؤشرات هل لدينا بوادر بشائر مؤشرات إلى إنه إحنا كلنا في إفريقيا نلتفت جدا إلى إنه إحنا عندنا حتة ألماظ كده في شمال إفريقيا اسمها مصر بموانيها على المتوسط والأحمر قادرة على إنها تعمل حالة انتعاش للاقتصاد والصادرات الإفريقية متى وجدت النية هو طبعا لازم يكون فيه النية ولكن إنت لو جيت بسيط للقرى الأفريقية هتلاقي فيه تدخلات أجنبية كتيرة جدا للأسف وكل التدخلات الأجنبية دي هدفها طبعا السيطرة الدول اللي كانت محتلة العديد من الدول الأفريقية يعني عندك فرنسا، انجلترا، بورتغال بلجيك بلجيك كتير قوي لحدش عتقنا بالظبط لازالت رغم حركات التحرر اللي حصلت فيها لكن لازالت برضو بتتزرع هي العدي وموجودة جوا وقواعد عسكرية وقواعد عسكرية أمريكية وفي بعض الدول حصل فيها حالات انهيار زي مثلا الصومال بسبب الحرب بسبب التدخل القوات الأمريكية كل ده ولازال لغاية دلوقتي فيه برضو صراعات إسنية في العديد من الدول الأفريقية كل دي بتأثر على التنمية داخل الدول نفسها فالدول نفسها ما فيهاش يعني مصر بتسع في الوقت الحالي زي ما بقول لحضرتك لمبادرات عديدة جدا انه يبقى فيه قرار أفريقي واحد انه يبقى يتم الكف عن الصراعات الإسنية الموجودة يتم فيه كانت مبادرة مطلقة اسمها اسكات البنادق اسكات البنادق طبعا بالضبط لان فيه اسلحة كتيرة جدا داخل القارة الأفريقية كلها متهربة وكلها طبعا بيتم استخدامها وفيه عصبات فيه قرصنة في البحر الأحمر في الصومال وخلافه كل ده لازم عشان توصل لهذه القرارات زي ما حضرتك قلت يبقى فيه قرار واحد يبقى لازم يكون فيه داخل هذه الدول كل الدول دي عمليات هدوء هدوء بمعنى ايه؟ عدم تدخل دول أجنبية داخل القارة أو داخل الدول دي لازم يكون فيه استقرار داخل الدولة دي ما فيهاش عناصر من مؤسرة فيها ما فيهاش صراعات إسنية كله بيبحث عن التنمية بيبحث عن إضافة كل ما هو من التكنولوجيا ومن التطوير ومن التحديث داخل الدول دي طبعا احنا شايفين ان الدول الأفريقية دلوقتي بتسق في مصر بشكل كبير بتسق في القيادة المصرية بشكل كبير بدليل ان العديد من القادة الأفرقى فيه زيارات كتيرة جدا من التكنولوجيا طول الوقت زيارات من القادة الأفرقى للدولة المصرية واللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي زي ما قلت لحضرتك فيه خدمات كتيرة بتقدمها الدولة المصرية وخبرات كتيرة بتقدم من مصر للدولة الأفريقية من أجل إعادة التنمية داخل الدول دي الخبرات المصرية خلال السنوات اللي فاتت اللي ظهرت واللي قدرت الدولة انها تستفيد منها الدولة المصرية فعايزة تنقل هذه الخبرات والتنمية داخل الدول الأفريقية اللي موجودة في الوقت الحالي إذن التجربة المصرية مصر بتحاول تنقلها فيجب أيضا على الدول الأفريقية ان هي تكون عندها الإرادة القوية ان هي تنبز العنف زي كل الكلام اللي قلنا فيه قبل كده من أجل ان يبقى فيه قوة واحدة وقدرة واحدة وبعندهم الإمكانية والقرار الواضح لبداية التنمية واستغلال السروات أيضا زي ما بقول لحضرتك ان مصر دلوقتي كلهم بيعادوا إليه كل الدول الأفريقية تسرق كثيرا في مصر فالقيادة مصر في الوقت الحالي للدول الأفريقية أعتقد انها هتفيد القرى الأفريقية بشكل كبير هتشد القرى الأفريقية إلى التنمية احنا شفنا حتى الرئيس وهو بيتكلم فيه لقمة المناخ في نوفمبر اللي جاي بإذن الله اللي فات اللي فات كان بيتكلم بمنتهى القوة عن أفريقيا وأن أفريقيا هي أكثر أكثر القرارات تضرورا من تغير المناخ وأن الدول الكبرى ما بتقدمش المساعدات المطلوبة منها للقرى الأفريقية أيضا على مستوى الصحة وقت الجاي حتى كورونا وقت الجاي حتى كورونا مصر بدأت تساعد على أنه توصل اللقاحات إلى أفريقيا إلى أفريقيا إذن فيه ثقة أن مصر هي الدولة القادرة على قيادة أفريقيا مصر تمتلك القدرات البشرية وتمتلك القدرات في كل المجالات إن هي قادرة على احتواء أفريقيا عملية التنمية داخل أفريقيا المساهمة بشكل كبير في رفع المعاناة عن الشعوب الأفريقية ككل لكن لازم يكون فيه إرادة من الدول الأفريقية